أربع إرهاب الرقم الأكثر قصوة على المجرمين وقبل الأربعة هناك نقطة الصفر تلك المسافة التي تسمو فيها شجاعة الاستخبارات بمواجهة السلاح في وجه العصابات أربع إرهاب أحكام المادة التي تلاحق مطلوبين تورط بالجريمة وظلمية عصابات تصنع الفتنة سواء في ديالة أو في غيرها من المحافظات لكن الدقة في حسابات رجال الأمن الذين يسيرون على خطى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد أبو رغيف الذي يقود المهمة بعزيمة لا توقفها محاولة تلك العصابات التي صنعت ما صنعت في ديالة بعد جولة الدم في الأيام الأخيرة ولأجل العدالة التي تسير على نهجها وزارة الداخلية والتي لا تنفصل عن قوات العراق الأمنية في شتى صنوفها وبقيادة أمنية حكيمة خبيرة شرع الأبطال في وكالة الاستخبارات في ديالة بتنفيذ عملية لضرب إحدى زمر عصابات الجريمة المنظمة والمتورطة بالعديد من الأعمال الإرهابية والإجرامية عصابة المجرم المدعو أحمد رومية بعد مداهمة أوكارهم والاشتباك مع العصابة لتنجح الخطة بإصابة المجرم المتهم مجيد رومية شقيق المتهم الهارب أحمد رومية وضبط الأسلحة التي لديه أبو رغيف الذي سار على نهج ثابت سار عليه رجالات الوطن في حماية أمنه ولو بتقديم التضحيات وبذل الغالي والنفيس فداء لإنقاذ ما تخربه عصابات الظلام والترويع وصناعة الفتنة وإثارة الفوضى رسالة يستمر بكتاباتها أبو رغيف ورجاله وكل قائد حر في العراق يريد لشعبه أن ينعم باستقرار ويريد لوطنه أن ينتصر على الأشرار ترجمة نانسي قنقر